الاحتراق النفسي ده بيحصل من ضغوط العمل بس ولا ممكن يحصل عموماً في الحياة؟ يعني خلينا بقى نعرفه في البداية كده ونعرف إيه العوامل اللي ممكن تأذي بنا للاحتراق النفسي تمام، هو خلينا نقول في البداية زي ما أنت قلت كده أن الاحتراق النفسي فضل لفترة طويلة جداً المصطلح ده شاغل علماء النفس في 2022 بدأت التصنيف العالمي للأمراض قالوا أنه هو يستحق أن يكون متلازمة قائمة بذاته يعني هو كان بيكون عرض لمرض إنما أصبح بعد كده يصنف كاتراب متلازمة الاحتراق النفسي إيه متلازمة الاحتراق النفسي دي؟ بكل بساطة يعني هشرح لكم بكل بساطة إنه الإنسان قبل ما بياخد أي قرار أو هو موجود في أي مكان بيقى فيه نوع من التوتر التوتر ده بنسميه الاحتراق النفسي إيه متى يبقى احتراق نفسي؟ لما يستخدم بشكل خطأ طيب التوتر الصحي يعني التوتر الصحي اللي هو أني أنا بكون محفزة أني أنا أنجز الشغل بتاعي أنا جاي النهاردة البرنامج فأنا بعمل إعداد أنا عايزة أطلع في برنامج يكون كويس أنا عندي متحان فبذاكر ده بنسميه توتر صحي ففيه توتر غير صحي اللي هو ممكن نقول عليه اللي هو طول الوقت أنا متوتر اللي هو بيأثر على إنجازاتي المشكلة هنا في إيه بقى؟ أن التوتر بيكون مصاحب لي إفراز لهيرمونات التوتر هيرمونات التوتر دي المفروض أن هي بتستعيدني أني أنجز المهام زي الإدرنالين والنور الإدرنالين والكورتيزول طيب بيتفرزوا لمدة قصيرة طيب لو أنا أسأت التوتر بتاعي وما استخدمتوهش استخدام جيد بيفضل الهيرمونات دي مفروضة في جسمي بشكل مستمر هنا بيحصل الاحتراق النفسي يعني فيه فرق ما بين الاهتمام والهم الاهتمام أنا بهتم بالشيء بنجزه أما الهم أنا مهموم طول الوقت بالضبط كذي ما تكون مثلا إيه؟ فيه حلعان آه يعني مثلا بتعمل طبخة مثلا والطبخة ليها معادل لأنها تستوي فيه تمام؟ فأنا سبت النار شغالة عليها على طول إيه اللي هيحصل؟ هتتحرق بالضبط هو ده الاحتراق النفسي بالمواطن اللي بيشتغل الصبح في وظيفة وبالليل بيشتغل مسوّق على تاكسي ولا في وظيفة تانية يعني اللي بيشتغل أكتر من وظيفة خلينا نقول مش عايزلنا حدد الموضوع الاحتراق النفسي بتاعه بيعمله إزاي؟ دي هتاخدنا دي هتاخدنا لخمس أعراض إذا المستمع لقى نفسه إن هو غزب نعنه خلي بالك أصلا تبقى حاجة هو مشواخب باله منها بيستيقظ على إيه؟ على اكتئاب ومتلازمة الاحتراق النفسي إذا أهملناها بنسحى على اكتئاب مبقاش عنده شغف بيفقد خلاص الشغف ده جزء بس الاكتئاب هنا بيتوقف على مدة أنا قد إيه أنا مارست الاحتراق النفسي ينتج عنه الاكتئاب المتوسط الشديد فهنا إحنا لازم نخلي بالنا من حاجة لا بس حضرتك قلت كلمة إذا أهملناها بالضبط طب أنا إزاي أبتدي أحس إن أنا دخلت في منطقة الخطر بالضبط من خلال خمس أعراض أول حاجة إن ألاقي نفسي مش بلبي احتياجاتي الشخصية يعني أنا احتياجاتي أنا هملاها يعني مش مشكلة باجي على نفسي أنا مطبع علشان أجي الشغل أنا مش لازم أهتم بوجبة الفطار أنا ألاقي نفسي إن أنا مش مهتم بمطالباتي الرئيسية كمان ألاقي نفسي إن أنا بميل لإثبات الكمالية في كل الأدوار اللي أنا بلعبها يعني كل إنسان فينا عنده عدة أدوار هو زوج هو أب هو أخ هو موظف هو حاجات كتير بيعملها كل دور بين دول بيحاول أن يجيب فيه المية في المية الكمالية فلازم أفهم إن الكمال الإنساني هو كمال نسبي مش هقدر أبقى الأب الجيد 100% ولا الزوج الجيد 100% ولا الموظف الجيد 100% لازم أعرف إن فيه نسب أنا بني آدم فيه حاجة ممكن تيجي على حساب حاجة بالضبط فلازم يبقى الإنسان مقتنع إن فيه حاجة هتيجي على حساب حاجة بالضبط هيجي على حساب نفسه فيه كمان حاجة قمع المشكلات لما لقي نفسي إن أنا زعلان من فلان بس مش مهم أروح أقوله متخانق مع عمراطي عادي عادي مش هقول لها قمع المشكلات إن أنا ما بقدرش أتكلم في المشكلة بتحتي ده برضو بيقدي للاحتراق النفسي الكلام والفطفة ده أحسن طبعا والمواجهة طبعا طبعا كمان لما لقي نفسي أعثرت إن أنا مش عايزة أروح مناسبات مش عايزة أخرج مش عايزة أروح مع أصحابي ببعد ببعد عن الناس بكتفي الانحصار الاجتماعي بكتفي بنفسي أنا خدت إيه من الناس أنا كل الناس وحشي في الأجازة بتفضل أنك تقعد في البيت بدل ما تتكلم أصحابك بالضبط بالضبط بتنغلق أكتر كل دي أعراض كل دي أعراض إذا أهملناها بتتفاقم بتتفاقم بتوصل بنا للاكتئاب